أصدرت الصين تقريراً بشأن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2015 فيما يعاد رداً على التقرير المماثل إن أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربيع الماضي انتقد التقرير صادر عن مجلس الدولة الصيني الولايات المتحدة على خلفية تعليقها على وضع حقوق الإنسان في دول مختلفة في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت إزاء سجلها الرهيب فهي تشهد ازدياداً في الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية واستخداماً مفرطاً للكوة من قبل الشرطة ويشير التقرير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تدوس حقوق الإنسان في دول أخرى فيما أدت الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على العراق والسوريا إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين مضيفاً أن مشاريع المراقبة الخارجية التي تنفذها الولايات المتحدة انتهكت خصوصية المواطنين في دول أخرى بينما تنصتت على هواتف ثلاثة رؤساء فرنسيين وعلى مسؤولين آخرين حكوميين فرنسيين رفيعي المستوى